بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة التسعين لمجلس الوزراء وهذه الجلسة الأولى في عام 2021 كل عام وأنتم بخير جميعا آمنا أن يكون هذا العام عام خير على شعبنا وعلى قضيتنا وعلى العالم أجمع يرحب مجلس الوزراء بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية المتمثلة بكبول حركة حماس بإجراء الانتخابات بشكل متتالي عبر الرسالة أرسلتها للسيد الرئيس والذي أعلن عن بدء الترتيبات لهذه الانتخابات الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكانياتها وجهودها خلال الفترة القادمة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها نريد منها أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا وبداية ديمقراطية تمنح دفع لمؤسساتنا ولقضيتنا نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة المستقلة على حدود 67 والقدس عاصمة لها والعودة للاجئين إننا نرى في الانتخابات ركيزة للوحدة الوطنية ودرع لحماية مشروعنا الوطني ودل تحصين جبهتنا الداخلية وعادة رسم صورة مشركة عن وحدتنا الوطنية أمس أعلننا عن إجراءات جديدة بعد وجود مؤشرات بتصطيح المنحنة الوبائي ويعود الفضل في ذلك إلى التزامكم بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات التي باتت مشاهدة بشكل كبير وكذلك لتقيدكم بعدم إقامة العراس وبيوت العزاء وهو ما أسهم إلى حد كبير في تخفيض أعداد الإصابة هذه الإجراءات تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم لزيادتها أو تخفيضها وفق الحالة الوبائية لأنه حتى وصول حصتنا من اللقاح وسط تزاحم الدول عليه لا نملك لمنع تفشي الوباء غير التقيد الصارم بالتدابير الوقائية يدين مجلس الوزراء جريمة جنود الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على الشاب هارون أبو عرام أدت لإصابته إصابة خطيرة في ركبته بينما كان يحاول منع اعتداء الجنود على بيته وبيوت خربة تركيز التي يقتنها في مسافر يطة رفعنا طلبا إلى المحكمة الدولية في لهاي للتحقيق في الجريمة ونطالب مجلس الأمن توفير الحماية لأبناء شعبنا كما ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير هذه جريمة بدم بارد ارتكبت بحق إنسان أعزل مدني ذاهب لخدمة أرضه ومواجهة الضلام بالنور وفي نفس السياق ندين إرهاب المستوطنين المنظم ضد أبناء شعبنا ونحيي أهلنا في جميع القرى والبلدات والخرب الذين يدافعون عن أرضهم بقوة حقهم أمام عنف المستعمرين المنفلت والذي يجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال كما أحيي أهلنا في سهل قاعون الذين تمكنوا من استعادة أرضهم بنضالهم وصبرهم وإصرارهم على التمسك بحقهم وحيي أهلنا في الخليل الذين تمكنوا بنضالهم من إزالة بؤرة استيطانية في منطقة البقعة المحاذية لمستعمرة كريات أربع المقامة على أراضيهم وكذلك إزالة الشمعدان الذي وضع على سطح الحرم الإبراهيم الشريف وبجهود حثيثة من هيئة الشؤون المدنية إن عربة المستعمرين في الشوارع عمس واقتحام مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طول كرم تؤكد حاجة شعبنا إلى الحماية الدولية نأسف لحادثة القتل التي وقعت أمس الأول في كفر عقب ومن المؤلم أن نرى إخوتنا وأبنائنا تهدر أرواحهم بلا ثمن في شجارات عائلية تمكنت الأجهزة الأمنية مشكورة من السيطرة على الوضع وألقت القبض على المشتبه بهم بالقتل والقانون سيأخذ مجرح إن السلم الأهلي هو عماد صمودنا في مواجهة الاحتلال وكل التحديات وندعو الجميع لتغليب العقل ويكون القانون هو سيد الأحكام نترحم على أرواح الضحايا من عائلة الرجبة ونتقدم لأسرتهم بخالص العزاء كما نعزي عائلة الفقيد وشعبنا والشعوب العربية بوفاة المخرج المبدع حاتم علي الذي قدم عشرات الأعمال الدرامية التي تحمل بعدا اجتماعيا وفكريا وتاريخيا ووثق بالدراما القضية الفلسطينية على نحو أدخلها في كل بيت عربي في زمان ضياع الإجماع العربي نشعر بالامتنان لحاتم علي لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم ولتكون درعا لهم من زيف الرواية الإسرائيلية ومحاولات البعض تلميع الاحتلال الرئيس أبو مازن مشكورا قام بتعيين محافظ لسلطة النقد الأخ الدكتور فراس ملحم الذي عمل أكثر من خمس سنوات عضوا في مجلس إدارة سلطة النقد ومحاضرا في جامعة بيرزيد وفي عدد من المؤسسات الدولية كما عين الأخ محمد مناصرة نائبا لمحافظ سلطة النقد وهو كفاءة كبيرة كلاهما ينال احترامنا واحترام القطاع البنقي ونحن نؤكد حرصنا على هذا القطاع الهام للاقتصاد الفلسطيني ودور الوطني في هذا المجال أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء ثلاثين مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات وعليه نعلن ما يلي الحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني إلى وزارة العدل الحاق مركز الطب العدلي إلى وزارة العدل الحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي إلى وزارة الداخلية الحاق لجان العواصم الثقافية إلى وزارة الثقافة الحاق مجمع فلسطين الطبي إلى وزارة الصحة الحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية إلى وزارة المالية الحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية الحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم الحاق سلطة الموانئ البحرية إلى وزارة النقل والمواصلات الحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات الحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل الحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم ما يلي إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي وتلحك اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة إلغاء هيئة العمل التعاوني وتلحك اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة العمل إلغاء المجلس الأعلى للمرور وتلحك اختصاصاته ومهامه وموظفيه إلى وزارة النقل والمواصلات تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى هيئة الاستثمار والمدن الصناعية ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني على الرغم من ما ورد في أي تشريع آخر تلغى أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها إن وجدت للخزينة العامة وهي المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري هيئة مشروع بيت لحم 2000 متحف غزي للآثار وعلى الرغم من ما ورد في أي تشريع آخر يتم ما يلي يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار التعاملات المالية لكل من المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية مؤسسة الإقراض الزراعي صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي يصدر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات في الوزارات المختصة بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات والترتيبات الإدارية للموظفين والعلاقة مع الغير استناداً إلى توصية وزراء الاختصاص يساهم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في دعم القروض الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي يتم إلحاق مهام واختصاصات صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض والمنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يلحق المعحد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة والمالية والضرائب والقانونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدبلوماسية وغيرها في المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء ويشكل لها مجلس إدارة تعتبر كل جهة ألحقت بها أو آلت لها أو دمجت بها أي جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها تأول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة إلى الخلف القانوني والواقعي لها تبقى التشريعات النظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات الملحقة بمجب أحكام هذا القرار سارية لحين تعديلها أو الغائها بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفا قانونيا وواقعيا بمجب أحكام هذا القرار وكافة الجهات ذات العلاقة إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم من تاريخ نشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة ترفع هذه التوصيات إلى سيادة الرئيس لأخذ القرار المناسب بحقها يناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من الملفات الهامة منها تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين ومراجعة التقارير حول ذلك وبهذه المناسبة نؤكد على حرصنا بالقول أن كرامة الإنسان هي في وطنه وأن حريتنا يجب أن لا تمس وأن لا تمس حرية الآخرين بسوء مساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة كما يناقش المجلس العنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة وكذلك عطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن إضافة إلى تقارير من وزارة الصحة والداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية شكرا جزيلا